منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية عام الفين واربعة عشر عملت الدولة في اطار استراتيجية لعودة دورها الريادي ومن هذا المنطلق اجرى الرئيس السيسي جولات خارجية مكوكية استهدفت اعادة تنشيط العلاقات واستعادة صداقات مصر وتحالفاتها وخدمة اهداف التنمية وحماية الامن القومي المصري وفي هذا الاطار عقد الرئيس السيسي العشرات من القمم الثنائية مع قادة العالم فضلا عن حضور العديد من الفعاليات الدولية مثل اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك والقمم الافريقية والعربية والاسلامية والمنتديات الدولية مثل ديفوس وميونيخ للامن واستطاع الرئيس السيسي من خلال هذه الزيارات النجاح في اعادة مصر لمكانتها الدولية وحمل هموم القارة الافريقية كما نجح في ابرام اتفاقيات عسكرية واقتصادية وثقافية ويعد الرئيس السيسي اول رئيس مصري يسافر لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ست مرات متتالية كما يعد الرئيس السيسي اول رئيس مصري يشارك في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كما شارك الرئيس السيسي في قمة مجموعة دول العشرين بالصين في سبتمبر 2016 وقمة تجمع دول بريكس بدعوة من رئيس الصين في سبتمبر 2017 وفي عام 2019 وبصفته رئيسا للاتحاد الافريقي حضر الرئيس السيسي اجتماعات مجموعة العشرين بدعوة من رئيس وزراء اليابان كما شارك الرئيس السيسي في قمة مؤتمر توكيو الدولي السابع لتنمية افريقيا تيكاد سبعة وفي اكتوبر 2019 شارك الرئيس السيسي في اعمال قمة ومنتدى روسيا افريقيا في منتجع سوتي الروسي والتي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانها صفحة جديدة في تاريخ مشترك عادت مصر الى قلب العالم لتلعب دورا مهما على الساحتين الاقليمية والدولية من خلال استراتيجية دبلوماسية استهدفت استعادة حضور مصر الدولي ودورها الاقليمي وتنويع علاقاتها الخارجية مع مختلف دول العالم